أهلا بكم في قناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 تقديم بسنت محمد راكضة أتت سورة ذات الأربعة أعوام إلى جوبان وهازار تفرق عينيها وتبكي فانحنى لها الأب وربط على رأسها قائلا لا تقلقي عزيزاتي لا يوجد شيء يخيف هنا كل ذلك في حلمك إنه مجرد كابوس فدخل حاملا سورة وخلفه هازار تمشي وتراقب يدي أختها المحاوطة لعنق جوبان ووصل إلى سرير سورة وضعها عليه ورح يمسح رأسها ويقبلها على جبينها المشرق في ذلك الليلة المظلم أوصيك بها خيرا يا حبيبتي قالها يخاطب هازار وهو ينظر إلى الصغيرة النائمة ثم اتبع عامليها كابنتك يا جارة قلبي ولا تعامليها بقصوة فبعد أن أموت أنا وأمك ليلى لن يبقى لها أحد سواكم أنتم الأربعة ابتسمت الأخرى بطيبة وهي تحطق بوجه أختها الملائكي حسنا يا نور عيني سأفعل لسنين كثيرة كانت تلك الذكرى تتكرر على هازار العجوز المسترقية على فراش المرض تتنفس بصعوبة بالغة ظلت تراقب ذلك الثقب في صقف الكوخ ولا تستطيع أن تحرك ساكنا حتى هدأت أنفاسها المتهدجة ووقف ارتجاف جفنيها وأمالت برأسها في اليوم الذي تم فيه بناء برج بابل دلفت سورة إلى بيت جوبان الذي لم يعد بيتها الآن فبعد أن شعرت بشيء ما يحثها على المجيء ووقفت أمام رفاة أختها وقالت وهي تلامس العظام المتفتتها أنا آسف لكن عليك أن تفعلي صحيح حتى إذا كلف ذلك أغلى ثمن أتذكرين عندما قلت لي هذه العبارة موتكي أصحى ما كان نائما يا أختي فأغمضت عينيها وتنهدت ثم أهمت بالخروج إلا أنها لمحت ورقة برضي وضعت على منضضة خشبية فعودت النظر لما تبقى من هازار واختطفت الورقة وفتحتها فرأت الخط المتعارج الذي كتب به على الورقة وعندما قرأت المكتوب ظرف الدمعة كسرت جبروتها ثم خرجت من المنزل وابتعدت لكنها أشاحت بوجهها نحو المنزل ثانية ورمقته بنظرة حزينة بطرف عينيها بعد سنتين ألم تجدوها بعد قالها حارث وهو يمسق قلبا كان يعود لجثة الجن أمامه الذي عصا بأمر ماه فعاقبه اقترب مرقص من جده فتقدم على ذات المحاسن وزوبعة أبوه والكثير من أعمامه وأبناء جده وقال مطرقا برأسه فلمع قرنال أحمران لم نجدها وكأن الأرض انشقت وابتلعتها حينها حينها ناطقت ذات المحاسن بعينين مشعتين وصوت غليز كالذي عند الرجال ومالك بيها يا أبي أليس كافيا أن بنت لك البرج؟ وأرادت ابنة حارث أن تكمل إلا أن زوبعة قطحها غاضبا منحازا بحديثه نحو أبي لا ليس كافيا يا حمقاء لقد اخترها أبي من بيننا لنشر السحر إنها مميزة خرجت من بين أبناء الشيطانة غنجمية وكانت بهيئتها الأصلية وهي شابة نحيلة بشعة فرها في الطول بشرتها غامقة وتقطع حاجبها الأيمن نطبة كبيرة ولديها قرون خضراء ملتفة للوراء تزينها خوات من الذهب فرفعت شعرها الذي كان يكنس الأرض لطوله وارتقت الدرجات الثلاث اللي تصبح واقفة أمام عرش والتها وطت صمت إخواتها المطبق ثم فحت قائلة بلهجتها ريفية ألسنا كافين لما تريد تلك البشرية قذرة أشاح بوجهه عنها وظل يراقب الشعل في قاعته المستديرة حتى برقت عيناه بمكر وقال لقد محثنا في كل مكان ما عاد واحد وأنا أعلم أين مما جعل الجميع ييئس ويخرج من القاعة كل إلى عمله على طل شجرة الليمون صعد حالث وقد بدأت الشمس تغيب فاقترب أسند ظهره على غصن الشجرة وقال يحضق بالأفق جبنا الأرض كلها في البحث عنك ولم يخطر في بالي أنك هنا لقد مضت سنين كثيرة لا تحصى وما زلت تهتمين لأمرهم كان يخاطب صورة متقرفصة في سومعتها قاصدا عائلتها وقد بدأ شعرها قصيرا عندما رفعته في كرة واحدة على رأسها وتحررت بعض خصلات صغيرة لتغطي عينيها لم ترد على حالث واكتفت بالسكوت نازرة للأرض المليئة بالأشجار من فوق التل لكنها بعد لحظات صمت قالت تحاول كتم بكاءه أحيانا علينا أن نفعل الصحيح مهما كلفنا هذا ما قالته لي عندما كنا صغار انحن لها ودعب شعرها الأخاذ وقال بواجه خبيث مكفهر لم ترى الفتاة يا عزيزتي ويا من عاشت في كنفي لسنين كثيرة نحن أبناء اليوم يسورة وعلينا إتمام ما بدأناه الآن هي الحقيقة الوحيدة وما عدا ذلك فهو لا شيء تذكري أنك وحيدة من دوننا قال جملته الأخيرة وقد ازدادت نظراته خبثا وإزدرائي مصر الفرعونية بعد عقود كثيرة في تلك المنطقة ثلاث أهرامات لقلؤية اللون عكست ضوء القمر على الغيوم بدت تلك الليلة ظلماء حالكة رغم سطوع قمرها وفي جوف الهرم الأكبر تردت صدى واقع خطواتها في الممرة المظلم وامتزج مع خشخشة خلاخيلها النحاسية وبعد أن وقفت أمام بوابة ذهبية لاماعة قالت اظهر نفسك يا مرقص لا دعي للاختباء فأنا أشعر بك وفعلا خرج من الحائط مرقص خائبا وقال اشتقت لك حقا يا سورة لم أراك منذ مدة انزري إليك لم تتغيري رغم مرور كل تلك العقود وأخذ يطير بخفة وعينات إيهتين بالمكان تطفح حسانه ثم قال وهو يتلمس قرون الحمراء هذا ما كنت مجغولة به في السنوات الماضية تنهدت الأخرى ورفعت رأسها بجبروذ قائلة أجل يا صديقي عملت كثيرا من أجله وغسط في بحركم بعد أن كنت أله في رمال شواطئه فقط لمعت عيناها الخضروان في وسط الظلام واتبعت كيف حال عماتك؟ أما زالت تكرهاني؟ قهقها مرقص وارتجت الجدران بعد أن أجاب أجل وإلى الأبد دحكت سورة وأخذت بيده لتمر بالبوابة الذهبية دالفة إلى غرفة صغيرة في وسط أرضياتها رسمت نجمة خماسية بالفحم هبط مرقص على الأرض وما زال ممسكا بياد سورة فأمسك بيدها الأخرى وجلس الأثنان على النجمة الخماسية فبدأت سورة تطلو كلمات غريبة باللغة السريانية ابتسم مرقص وقال في سره تعويذة الذكريات وأغمض الأثنان أعينهما في رأس مرقص بن زوبعة فتح مرقص عينه فأدرك أن سورة قد اختفت ووجد نفسه جالسا على الدرج الحجري في جبل الجده حارث فقال هازئا تبا وكأنك تعلمين يا سورة أنني أخاف هذا المكان سكت بعد أن رأى سورة آتية من بعيد باتجاهه فابتسم لها وهو يرى قوامها الساحر يظهر من خلف الظلام وشعرها المنسدل أخذت تله به الرياحة الداخلة من شقوق الجبل انتظرها إلى أن وصلت ووقفت أمامه إلا أنها عودت المسير مخترقة جسده وكأنه قد أصبح شبحا لا يرى فأخذ يتبعها وهي تخطو بدلال داخلة على حارث وقفت أمامه رافعة رأسها بثقة بصمت المطبق فقال الجالس على كرسي بلهجة هازئة من الجيد أنك يعطي فلديك أعمال كثيرة لتنجزيها اكملي تعليمك في البرج وبعد عدة سنين ستذهبين لمهمة أخرى أومت بانكسار رغم تظاهرها بالقوة وهمت بالرحيل إلا أن صوته استوقفها قائلا إنها أرض تحاوتها صحراء كبيرة من كل الاتجاهات إنها مصر وهي مواجهة إياب ظهرها أشاحت بواجهها نحوه وقالت ماذا يجب أن أفعل هناك ابتسم حارث بمكر وخبث واكتفى بالسكوت وهنا قال مرقص في نفسه متسائلا إذن هذا بعد أن وجدتها في بيتها فجأة انتقل مرقص من ذلك المكان إلى مكان آخر إنها مصر الفرعونية فأدرك أن السنين قد مرت ولم يحدث بها ما يذكر وعلى صحراء عظيمة ذات رمال حمراء جلست سورة مقابل نار مستعر وفي ذلك الظلام تلقلأت عيناها وترقصت النار في نعكاسها على مقلتيها الدامعتين وكان لسان سورة يلهج بأسماء لم تنساها قط يلهج بأسماء أحبتها كثير وفي قلبها مكان خاص لتلك الأسماء إلا أن القدر قد أخذ أصحابها ويجعلها سورة وحيدة لم تشأ سورة أن تعود للجبل فشمات ذات المحاسن وغنجمية بانتظرها بكل تأكيد ولن يدافع عنها حارث كما كان يفعل دائما بعد أن بان وشهه الثاني لذلك ذهبت مباشرة للمهمة الثانية على مضد وظلت في صحراء تلك الأرض حتى حل الصباح سألت دمع على وجنتي مرقص وسقطت على الرمال الدافئة فقال مخاطبا نفسه بدأت مشاعر البشر تؤثر عليك يا أحمق نامت سورة وظل مرقص يراقبها ولم يحدث شيء لكن المشهد لم يتغير فأدرك أن شيئا ما سيحدث قريبا وفعلا انتفقت النار ورأى مرقص بن زوبعة بومة كبيرة جلست على بقايا النار واتسعت عيناه بعد أن أدرك ما نلقاتي وظل يراقب بحذر وبعد برها استحالت تلك البومة لإمرأة حسناء بيضاء البشرة صهباء شعثاء الشعر تستر جسدها الفاتم بفستان جلدي ضيق لونه أحمر كالدم ورغم الظلام الذي ازداد بعد أن انطفقت النار بانت لمرقص عين تلك الشيطانة التي كانت سوداء بالكامل صحت سورة لترى الحسناء تقف في مكان النار وتحطق بها بنظرات غريبة متأملة فصرخت بغضب ورهب وقائلة من أنت؟ جزع مرقص وتوتر وقالوا كأنه يخاطب سورة إنها قطع حديثه بعد أن تحدثت الجنية أنا زوجته ثم سكتت الوهلة وعادت تتحدث بابتسامة المشفقة باردة كالثلج إنك مسكينة حقا يا بشرية خد عكي مثل ما خدعنا جميعا استشعرت سورة نبراتها الغريبة فقالت بلهجة هزئة حزين أنا كذلك عبست الجنية فجأة وقالت سارخة شجرة من الغضب في فؤادك وثمارها الحزن وماءها الشر رأى مرقص سورة وهي تنحني فجأة لتتقيأ سائلا هلاميا أسود اللون ذير إحانتنا وبعد عبوسها ابتسمت الجنية التي رفعت رأسها وأغمضت عينيها وقالت شركي واصل لذروته هي من أكلت الفاكهة المحرمة يقولون أن الأوان لم يفت لكنه قد فات فعلا منذ زمن طويل صدرت صيحات مستنجدة من باطن الأرض ارتعب لها مرقص واتبعت كوني سفينة يا ربيبة الشر اجعلي الرياح في صفك اجعلي تلك الرياح توجهك يا بشرية عصفت الرياح في تلك الصحراء وشقت الأرض فدخلت في ذلك الشقة الشيطانة وما أن اندمل وانغلق حتى انتهت العاصفة وحينها أدركت صورة أن الشمس في قيدة الوعاها على السماء كان مرقص ما زال واقفا يتأمل الفتاة يذية على ربتيها تبكي بحرقة مشتاق تبكي كسيل جارف لم يستطيع أن يتمالك نفسه حسبك صحة مرقص على تلك الكلمة واتبعت صورة التي كانت تتلمس حوائد تلك الغرفة التعويذة هذه خطيرة استرح قليلا ابتسم الآخر وقال أصبح سحركي الآن خطرا على الجن أيضا لابد أن أجدد الللكي كثيرا عبست فجأة وقطبت حاجبيها بعد ذكر حارث ثم قالت مرتجرة عن الموضوع ألا تريد أن تعرف ماذا حدث بعدها حسنا لنكمل عودت وجلست أمامه وأمسكت يده وتلت تلك الكلمات مرة أخرى فسافر مرقص للبعيد فتح مرقص عينيه وفجأة استحالت السحراء إلى مدينة كبيرة ورأى ابن زوبعة كيف كانت مبانيها شاهقة وشوارعها صفراء لامعة وفي هواءها رأح الطين وكانت الشمس في ذلك اليوم حارة لمع المبنى الذهبي في عين سورة التي كانت وقفة أمامه تحطق به برهبة ووقف مرقص خلفها ينتظر خطواتها القادمة وخطط الفتاة لداخل المبنى وما أن عبرت خلال تلك البوابة العملاقة التي حملت رموزا بالهيلوغريفية حتى تغيرت هيئتها فكانت تلك الفتاة الجميلة ذات رداء الزاهي وما أن دخلت حتى تغير شكلها وأصبحت بهيئة شابة أكل عليها الفقر وشرب فرداء هذاك أصبح موزاقا باليا يشي بفقر شديد وفي لحظة أصبحت صورة فتاة شعثاء ذات وشه مغبر ودخلت المعبد باكية كالثكلة لاطمة الخديها وتسرخ أدركنا يا حامي البلاد أدركنا يا خادم الآلهة الغوث الغوث أخذت تكرر تلك العبارة بدموعها دموع التماسيح ومرقص يطير خلفها مندهشا من مكرها وكيف تغير حالها هكذا بلمح البصر كان تقاعة التي دلفت إليها صورة مربعة الشكل في وسطها يقف تمثال للإله إيزيس فسمع استغاثتها الكاهن الأكبر وخرج من إحدى غرف قرابين مصعوقا ليراها طلطم وجهها أمام التمثال فقال لها سارخا بها ماذا حدث يا يا هذه امتزج صوت معرانين استلاسل حول رقبته سكتت صورة ثم قالت وهي تحطق بلباس الحريري الذي كان يكس جسدا بدينا يعتلي رأس أصلا أرجوكم أرجوكم ساعدوني لم يمس الماء جسدي لأسابيع أكلني الجوع أرجوكم أريد أن أخدم الآلهة اجعلوني خادمة في هذا المعبد سأتقدم سأتقدم بتعاطي لكم والولاء سمع مرقص صوت عقلها يقول باستهزاء وربما يحدث العكس تغير المشهد ووجد مرقص نفسه واقفا أمام الكاهن الذي كان يقول مخاطبا صورة أحسنتي صنعا يا ابنتي سورسومي الآلهة تباركك ارتفع ابن زوبعة ولاحظ المجموعة فسمع أحدهم يقول لسورة أنت الكاهنة الكبرى الآن بلا منازع أنت هي الأشدر بيننا فقد أثبتت ولائك للمعبد لسنوات كثيرة وأنعمت عليك الآلهة بالشباب الدائم عسى أن تستغليه بالعدل فينا أدرك حينها مرقص أن سورة مكثت بالمعبد لسنين باسم مزيف واستغلت شكلها الذي لا يكبر في ذلك وأكمل يشاهد قالت سورسومي سورة بوشه يصطنع الحزن سأستعين بإزيس لبناء ذلك الصرح العظيم وسأدفن جثمان الكاهن في تلك الأرض إن تلك البنايات هرمية الشكل ستكون مصدر مباركة سندفن بها ملوكنا وسنصلي لآلهتنا هناك ابتسمت قليلا وتغير المشهد فورا فظهرت سورة مجددا تخطو على أرض كبيرة قاحلة في وسطها تم بناء أساسات عديدة مختلفة الأحجام وكانت واقفة هناك بمفردها تتلو كلمات وطلاصم حتى خرج لها من تحت الأرض حزير وثعالة وقال في آن واحد بماذا تأمرين يا منشودة؟ قالت بنبرة بين عليها الانكسار اسمي هو سورة لا أحب الألقاب لاحظ الماردان أسلوبها في الكلام وأنها تغيرت عن آخر مرة قابلاها فيها فسأل حزير بتردد أين المنشودة التي كرست من عمرها قرونا لخدمة الجن لما أنت بهذه الحالة؟ فقالت سورة أحقني هم لا أريد أن أشتكي من جرحي لمن جرحني وأصابني بشدة ولن تفعل شيئا على أي حال تنهتت بحرارة ثم اتبعت إن في غياب الأحباب تنبت أشياء كانت معضومة ويبدأ أعصار المشاعر بالتحرك واقتلاع الأشياء الأخرى فارتجرت قائلة أريد من قومكم أن يبنوا هذه الأهرامات ستكون مكانا مناسبا لتسخير كل الطاقة اللازمة لممارسة السحر الأسود بل السحر بجميع أنواعه آوة ما الماردان ملك النواصير واختفية وهذا ما أبعدني عنك يا رفيق قالتها صورة وهي تمشي بدلال في أرجاء تلك الغرفة وأكملت ومن تلك اللحظة بدأ العمل يصبح أكثر سهولة استطاع النواصير وحدهم أن يبنوا هذه الأهرامات في مدة لا تتجاوز عشرين سنة وانظر كيف كانوا بارعين في ذلك قرقع مرقص وقال ماذا عن جدي؟ ألم طري بعد انتهائك لا لا أريد أن أدخل ذلك الجبل مرة أخرى هو سيأتي بالطبع ليرغمني على مهمتك التالية أدرك الآخر شيئا ما وقال إذن الآن لا تريدين أن تكملي مشوارك أجابت بحرقة لسنوات ظننت أنه يعطف علي لكن وجهه الآخر قد بان بعد أن أصبحت وحيدة ومات آخر نفر من عائلتي قطمت تفاحة الإثم فاحترقت في جوفها وأنبتت أشجار الشوك بين أحشائها ولم تجد ما يقتلع تلك الأشواك الرواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية تنين كانت ترقص وتتغنى ولم تدرك أن تلك الألحان اللعينت منذ الأزل دموعها أفسدت مكاننا نقيا فغرست في الأرض سنابل سوداء حزينة أرض كبيرة جدا تتوزح فيها أكواخ صغيرة ويحدها من أحد الاتجاهات بحر عالي الملوحة كانت تمشي عليها صورة رافعة صدرها وبيدها مفتاح حديدي كبير بحجم الذراع تحمله بتثاقل وخلفها مرقص مستحبا مجموعة من قومه توقفوا جميعا عند صخرة متوسطة الحجم كانت شقوقها غريبة الشكل وقد أخذ اللي بلاد فيها مسكنا فناولت صورة مفتاحها لابن زوبعة الذي حمله مثلما تحمل الريشة ووضع رأسه الحديدي في أحد شقوق الصخرة الكبيرة حينها قال مرقص وهو يدير المفتاح بيد واحدة هي قد ظهر كنز الملك البشر الجبار الذي كان سنين حكمه كابوس مرير في عالم الجن شعى ذلك الضوء من الصخرة ففزت صورة من شرطها وقالت للقوم الذي أتى بهم مرقص استعدوا ستأخذون ما أخبركم به وسنرحل سريعا وأثناء ذلك كان هناك حاجز من الضوء الأزرق قد تكون إلى جانب الصخرة وفتح ذلك الحاجز مكونا بوابة كبيرة توصل إلى مكان الكنز المزعوم الذي كان يملكه الملك العظيم فاتجهت صورة للبوابة ناوية الدخول إلا أن هناك شيئا ما استوقفها فقد ظهر أمام البوابة رجلان متشابهان إلى حد كبير يرتديان البياض وتفوح منهم رائحة زكية قال أحدهما لا يمكنكم سرقة الكنز المحزور إنه مال حزر على الثقلين قال أحد من قوم مرقص إنهم الجن العلويين حينها قالت صورة لرفيقها لم أتوقع هذا أبدا يا مرقص وأخرجت من جعبة رداءها الأزرق الداكن سكينا ومن ثم خلعت رداءها وركضت باتجاه أحد الجنيين الأبيضين وإلى جانبها مرقص يتجه للآخر استمر قتال لساعة تقريبا وكان الأبيضين قويين جدا واستطاع أحدهم أن يجرح مرقص في بطنه جرحا عميقا أطاح به وهنا تدخل رفاق مرقص وساعده صورة على الإطاحة بالجني الآخر أشارت صورة لهم وصرخت حتى تحشش صوتها ادخلوا الآن واحضروا ما يريد حارث بسرعة وأطاع قوم كلام الساحرة وظلت هي عند مرقص تعالي الجرحه فقالت له وهي تقوم دموعه لا تمت أنت أيضا أرجوك ابقى معي لا ترحل فابتسم هو الآخر وقال لا شيء يستحق دموعك يا صورة أنا بخير لا تخافي وبعد برها خرجوا بأكياس ممتلئة وركضوا باتجاه صورة وكلهم نظروا نحو التي بدأت شمسها بالغروب ورأوا مجموعة من الجن العلوي قادمة إليهم فاختفت صورة برفيقها المجروح وظهرت بالجبل لاحقا في السماء ما بين الغيوم جلس ذلك الملك ممشوق القوام على العرش الذهبي وقال يخاطب وزيره لقد تماد حارث كثيرا هذه المرة وخصوصا بعد وجود تلك المنشودة التي تنبأوا بها لقد انقلبت موازين عالم الجن بسبب هذان الاثنان والآن أرسل حارث قومه ليسرقوا من المال المحزور وتسبب ذلك بمقتل اثنين من الحراس البيض الذين كرسوا حياتهم من أجل حماية الكنز لعنة الله سكت ومد يده ليدعب الغيوم أمامه من نافذة قصره ويصفي ذهنه ثم أكمل متناهدا بحرارة إن أراد الصفليون الحرب فلهم ذلك اخبر الملوك ليستعدوا لأي شيء قادم فقاوم الوزير برأسه وانصرف وبعد دقائق جاء من الأعلى رجل أصمر أزرق العيون ذهبية الشعر وعاري الصدر يحمل على ظهر جناحين أبيضين يكسوهما ريش اللامة وقال لا تشن حربك الآن أيها الملك شمهورش اسبر قليلا وسوف تحصل على فرصة ذهبية كالتاجة الذي على رأسه افعل ما بوسعك فبعد سنين من الآن ساهلين موعد الرحيل وضرب الهواء بجناحي محلقا وصل ظهول شمهورش الذي قال مفزوعا سأنتظر شبه الجزيرة العربية 617 ميلادين في جوف كهف كبير استفت المشاعر على شكل حلقة حول صورة الجالسة على بوساط وأمامها إناء نحاسي ووضع به رأس كائن ما ولسانها يلهج بتعويذ باستمرار ولا يتوقف حتى انطفقت تلك المشاعر واحدا تلو الآخر وأتيها صوت مألوف يقول راغبا بالبكاء السورة أتودين أن تفعلي هذا حقا بأخذت سورة تلفت مفزوعة وقالت أبي جوبان أهذا أنت فاشتعل ذاك المشعل وإلى جانبه ظهر جوبان وقال هل اشتقت إلي فقالت عيناها قطل ألأت بالدموها أجل لكني اشتقت لجوبان الحقيقي وليس أنت يا عشتروت فتحاول جوبان إلى رجل عاري تماما يبرز من ظهر جناحها تنين أسود اللون وقال عشتروت ليفتجرؤين على استدعاء الملك المهاب الذي يحكم أقوى شياطين العالم الصفلي ستفعل ما أملي عليك يا عشتروت أنا هي المنشودة ضحك وارتج جدران الكهف ثم قال اثبتي لي ذلك فقالت وهي تبتسم بوضاعة واستهزاء يكفي أنني استحضرتك حالا وبدون أن ألبث في هذا الكهف فلم ألتزم بما يجب علي فعله لتظهر أنت وأيضا أليس من قدرتكم اجتمام الخوف؟ هل أنا خائفة الآن من الملك المهاب؟ قطب الملك عشتروت حاجبيه وهو يحضق بيدها اليسرى وقال ماذا تريدين مننا؟ نحن قطعنا حارث اللعين ذاك منذ زمن فأجابت حارث الآن يعطيك فرصة لتشاركه وكيف ذلك؟ يجب عليك أن تبقى في هذا الكهف وتعلم الناس الذين سأخطرهم أنا ستعلمهم كل ما يحتاجونه ليصبحوا صحرة ومشعوذين ستجعلهم يبيعون أرواحهم لعالم الجن قالت جملتها الأخيرة قاطبة حاجبيها وتحاول أن تطوط تلك الذكرى من عقلها سرخ عشتروت وتردد صد صوته مستحيل إنها استعباد وليست مشاركة كما يدعي سيدك اللعين فكر قليلا ثم اتبع سأفكر بهذه السفقة بعد أن تنفذ شرطي وما هو شرطك أشكر لي ذلك الشخص الأخير الذي طبق من قبيلة الميامنة أريد أن أقتله بيدي هاتين كان بين قبيلتي وتلك القبيلة سراع دام لثلاث قرون منذ العصور الأولى على الأرض ولم أستطع أن أأخذ بثقر ابني المقتول على أيديهم مؤخرا بسبب حارث اللعين الذي أغار عليهم وأبات قبيلتهم لم أتلذث بالانتقام بسببه فقالت سورة مستنكرة ولماذا لا تذهب لذلك الشخص وتجد بنفسك لم أستطيع أن أجده يبدو أنه مارس حيلة قديمة واختبأ في جسم ماك الجبناء جدوا وحضروا لي وسأفكر في قبول استفق أوامت برأسها سورة وخرجت من الكهف فاستقبلها مرقص قائلا كيف جرى اللقاء؟ فقالت وهي تمشي بسرعة سأخبرك في الطريق نصبت خيام تلك القبيلة إلى جانب واحة كبيرة حواطتها أشجار النخيل فارعة في الطول وحشائش باردة وفي تلك الليلة جلس الرجل الذي كان زعيما على قبيلته ورفاقه في خيمة كبيرة يتنظرون في شؤونهم وقهقهتهم تتجلجل في سكون تلك الصحراء وفجأة سمع أصوات نياقهم المضطربة التي كانت قد ربطت بأجزاع النخيل فخرج أحدهم ليارى ما حدث بعد أن قال ضحكا لعل الناقة الجديدة التي وجدناها اليوم تئهة في الصحراء لم تألفها باقي النياق فصعق مما رأاه رأى الجرى المحمولة على تلك الناقة التي تحدث عنها وهي تخرج دخانا كثيف استحال بعدها لامرأة فاتنة ترتدي لباس الجواري وكانت تبكي بصوت مسموع بكت له وحوش الصحراء ركت لها وقال ماذا حدث يا جنية فاقتربت منه قائلة لما لم تخف مني أجابها بعد أن قهقه واهتز كل ما في جسد البدين نحن نعيش في الصحراء يا عزيزتي وأمثالك لا يفزعون لم تجد شيئا لتقوله فتراجعت وجلست أمام الواحة تتأمل وجهها في إنعكاسه على الماء تحت ضوء ذلك الزبرقان الكبير نزرت دموعها وأصدرت صوتا عندما سقطت في مياه الواحة معاكرة سطحها وأخذت تتغنى وتترنم وكان البدين واقفا وراءها يتأمل حالها لكن ما أن بدأت الجنية تغني حتى سقط على الأرض وبدأ يشخر بقوة فالتفتت إليه الجنية وصدمت أخذت تهزه لتوقزه لكنه لم يقل أرم أقول لك يا مرقص أنني سأفعل أشياء أعظم من بنائي لتلك الأهرامات وذلك البرج التفتت الجنية لمصدر الصوت الذي قال تلك العبارة فرأت صورة واقفة بتململ مسندة جستها على جذع نخلة تخاطب مرقص بصوت مرتفع والتفتت صورة لتجنية وقالت مرحبا يا أختاه لاحظت الجنية شيء ما فقالت وهي تحضق بصورة ومرقص من أنتما؟ ليما فعلت ذلك بالرجل المسكين يا ساحرة؟ حينها قالت صورة وهي تداعب جديلتها الكبيرة لم أفعل ذلك يا عزيزتي أنت من فعلها صوتك الشجي الحزين أحزن العقول الفانية فتوقفت عن العمل جميعهم نائمون الآن استغربت الجنية وذهب ذكرتها للبعيد وعند تلك اللحظة بالضبط حيث خبأها أخوها في جرة وذهب ليقاتل من أجل قبيلاته ضد جيوش الشر سمعت الضجة في الخارج فأغلقت أذنيها بكل ما أتيت من قوة وهنا عاد أخوها مرة أخرى وحمل الإبريق ليعلقه على ناقة إيها كانت أحد البشر في الصحراء وسرق قائلا لا تجعلهم يمحون اسمنا يا أختاه قطع حبل أفكار الجنية عندما سأل مرقص ما اسمك فأجابت وهي تكفك في دموعها الساحنة دليلة اسمي هو دليلة قالت سورة وهي تتفرس في عين دليلة أهو من فعلها؟ أحارث من أبيت قبيلتك وقتل عائلتك؟ قومت دليلة بكأها وقالت بحرقها أجل كم أكره أحمت سورة رأسها فتحررت من جديلتها خصلة صغيرة لتغطي عينيها وسالت على خدها دمعة قصرت جبروتها فأثرت استغراب دليلة ثم قالت مرقص يبلها فأطعها ابن زوبعة وكبل دليلة الحزينة بسلاسل مصحورة رغم قومتها وعندما استسلمت الجنية قالت ليما بكيتي عندما ذكرت عائلتي أود أن أعرف السبب فأجحت سورة بواجهها نحو الجنية وردت بواجه جامد حزين لأنه فعل الشيء ذاته مع عائلتي مزقنا لقطعا صغيرة وهاء أنا الآن وأقفت في صف كان مرقص يراقب ذلك الواجه الحزين الذي أجاب بعد أن سألته دليلة عن السبب لأنني بعت روحي له أصبحت أمة للأبد فصدمت دليلة وقرأت يا إلهي في حين أخذت سورة تمشي في تلك الصحراء وخلفها شرع مرقص يجر السلسلة التي تكبل يدي الجنية بعد دقائق من المشي والصمت قالت دليلة ماذا تريدون مني وإلى أين نحن ذاهبون أجابها مرقص وهو يتأمل شروق الشمس بتباهي حزنك يجعل في صوتك سحرا عجيبا وأنت هي الوحيدة من قبيلتك التي ما تزال على قيد الحياة وتعود أصولك لسلالة عريقة عاشت منذ العصور الأولى على الأرض فلا تتعجبي إن اهتممنا بك قليلا أما بالنسبة لسؤالك الآخر فنحن ذاهبون لأداء مهمة فريدة من نوعها ذهبوا جميعا للكهف الذي ظهر به عاشتروت سابقا ووقف مرقص بالخارج في حين جلست سورة وأعادت تقوصها لكن عاشتروت لم يظهر فأطلقت شتيمة وقالت ذلك الوغض يريد مني أن ألتزم بما تقول التعويذة لاستحضاره ثم اندفعت نحو دليلة وأخرجت من جعبتها خنجرا مصنوع من عظام حيوان وأضعته على رقبة الجنية وصرخت سأقترها بنفسي إن لم تظهر يا حقيل فظهر عاشتروت من فوره وقال دعيها ها أنا ظهرت لكي سلميها لي كل هذا وكانت المسكينة دليلة ترتجف خوفا وتبكي بجزع بينما تصمر مرقص خلف الجميع خارج الكهف ينظر لعاشتروت برهبة وهنا أزالت سورة السكين عن عنق الجنية وقالت عليك أن تقبر السفقة أولا تردد الملك عاشتروت وظل يحضق بدليلة ببغض وشراسة فرقها يقول ماذا بعد ها أنا أقبر والآن سلميها لي أخذت سورة تمشي بدلال وقارت لا يا عزيزي عليك أن تقضح حقا ليس بلسانك فقط فأخرج التلصمر كان على شكل حبل سميك مربوط حول سحلية ميتة ووجهته ناحية عاشتروت والتبعت أتعلم ما هذا؟ هذا تلصم يربطت بها فالإحتياط واجب إذ قتلتها ستموت أنت ورغم حبك لابنك إلا أن الأنانية تجري في عروقك كأمثالك يا حقير فلن تقدر على قتلها وتودي بحياتك معها ستظل أنت هنا رغما عنك وستسجنك هذه التعويذة في هذا الكهف لتكرس حياتك كلها في تعليم السحر للبشر تدخل مرقص وقال سارخا ماذا تفعلين يا سورة؟ تجاهلته سورة وشرعت تفك أغلال دليلة وقالت اذهبي أنت حرة لا تستحقين هذا العذاب وبعد أن اختفت دليلة شاكرة خرجت الساحرة مع مرقص وابتسامة النصر تعلو محياها الجميل بينما كانت صراخات الملك المهاب تدوي في قلب الليل وقد سمعها المخيمون في الجوار وبعد برهة من الطيران فوق الصحراء قال مرقص وهو يرفرف بأجنحة الحمراء لم أنت ماكرة يا صديقتي احذري من أمثال عشتروت يا سورة فهم خطرون جدا قد يغرز الحزن فينا أشياء جميلة عندما نتذكرها سنعزق بالقدر ونبتسم ونحطق بالسماء ونسأل ما الغرض من كل ذلك استغفر عظيم طبعا ما فيش حاجة اسمها نعزق بالقدر أبدا يعني الحياة كلمات بين طياط الكتاب والنار التي تحرق تلك الصفحات وتذيب كلمتها هي الحقيقة الرسخة منذ الأذن الموت رواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 1347 إلى 1352 يانا مرقص يتأرجح على غصن شجرة طويلة متفرعة على أوراقها قطرات المطر الذي للتوق التوقف يتأمل حال سورة الجالسة وحدها سارحة بجريان مياه الجدول وتستذكر النهر المجاور لمنزلها دفنت رأسها بين ربتيها وأخذت تبكي بحرقة وكأنها لم تبكي منذ زمن وشعرها الطويلة الفاحب تداعبه الرياحة الباردة فرفعت رأسها وخطر في بالها شيء ما فقامت وقد بدأت تركض باتجاه الغرب بكل ما أتيت من قوة ومن بين الخطوة والخطوة كانت تتعثر وتسقط ثم تقوم وتستمر حتى وقفت على ذلك التل ولاح لها بيت في منطقة نائية يقع إلى جانب نهر وتل نمت عليه شجرة كبيرة نزرت من على التل واستمرت بالرقد حتى ألمتها رجلها وهنا لاحظ مرقز غيابها فطار خلفها لاحقا بيها وتوقف وهو يراها متسمرة أمام منزلها قديم التفتت سورة إلى أرض ليست ببعيدة كانت خالية من الشجر وجرت إليها ثم ألقت بجسدها على أربعة قبور حواطتها حشائش صغيرة وظهور فاتنة وعلى صوتها بالبكاء والعويل انفطر قلب مرقص لذلك المنزل الحزين فنزل إليها وأخذ يهدئها ويمسح لرأسها تقلى ذلك العفريتة الذي كان أحد أحفاد الشر عن عاداته وعن أوامر جده بعدم التأثر بمشاعر الإنس من أجلها وبالرغم من الظلامة التي تحوي بداخلها إلا أنها كانت إصلاحا لنفس من المفترض أن الشر يسري في عروقها في ذلك المساء ظهر مرقص للصورة التي لم تزال جالسة أمام قبور أهلها وقال إن جدي يقول هناك مهمة فالتفتت إليه وقد برزت عظام وجهها من فرط البكاء ثم قالت وأين يريدني أن أذهب هذه المرة لن نذهب إلى أي مكان مهمتك ستكون في الجوار ماذا سأفعل؟ يريد منك أن تنشري الطعون على العصاء فإنهم يحرقون الصحراء هناك بعد غروب شمس اليوم التالي كانت صورة واقفة في واد كبير تفوح منه رائحة الروث تتأمل السماء بعيون دمعة حتى أتى مرقص من وراءها وقال عليك أن تستدعي عمتي عائنة استغربت صورة وتوجهت نحو ثم قالت لما لم أسمع عنها من قبل؟ هل كانت تأتي إلى الجبل حيث يقبع جدك؟ لا فقبل أن تولدي أنت خاضت عمتي عائنة شجارا طاحنا مع أختيها ذات المحاسن وغنجمية نتيجة الغيرة بعد أن نصبها جدي حارث ملكة هنا فقد أثبتت جدارتها واستطاعت أن توحد القبائل في هذه المنطقة ولم تزور بعدها جدي أبدا لأنها لن تتمالك نفسها وستقتم على قتل أختيها سكت قليلا ثم اتبع عليك أن تعلمي يا صورة أن عمتي عائنة تظهر للصحر الرجال فقط وبالطبع أنت تعلمين بالسبب ولما سأستدعيها أساسا يا مرقص فالعمل لن يكون معه فابتسم لها وقال برفق أن عمتي تحب قبائلها بشكل كبير وهي تعمل في صف جدي رغم ذلك علينا أن نستأذنها كي نستخدم العفاريت والمرضة التي ترقصهم كي ينشر الطعون فأومنت برأسها وقالت إذن هي ملكة حق حسن ابتهت يا مرقص لدي عمل هنا فاختفى مرقص ابن زوبعة وبعدها تربعت صورة على الأرض ثم أخذت طينا من جانبها ووضعت بيدها أمام جمجمة بشرية وكتبت رموزا بذلك الطين وبعدها توستت يديها ونامت حل منتصف الليل سريعا واستيقظت صورة على صوت هادر لمرأة كان يقول من الذي ينادي؟ فانتصبت الأخرى واقفة لترى ذلك المنظر الساحر فتسألت في نفسها أهذه ابنة حارث حقا؟ كانت عائنة فائقة الجمال ووشها دائري وعيناها عسليتان وشفتها مكتنزتان وشعرها الأبيض اللامع يصل للأرض ويبرز من تحته أربع قرون صغيرة ذهبية اللون تستر قوامها بلباس جلدي ضيق لونه أخضر كالأشجار التي كانت في الجوار قالت صورة أنا من استدعيتك يا عائنة اشتعلت عائنة عائنة غضبا وقالت مندفعة نحوها ومن تظنين نفسك كي تخالف قانون وتستدعي الملكة التي تظهر للرجال فقط لا بأس يا عمتي نريد منك معروفا إنها المنشودة قالها مرقص وهو يبتسم ابتسامة شابهة التي عند جده إلى حد كبير التفتت عائنة إلى ابن أخيها وقالت مرقص أهذا أنت؟ فركض الآخر إليها وحضنها بقوة ثم قال مخاطبا سورة أتعلمين يا سورة عمتي عائنة اعتند بي كثيرا وأنا صغير كان ذلك قبل أن تولدي بست قرون استشاطت سورة غضبا وانتفخت أوداجها حينما قالت أنا لست هنا لأشهد عائلة يلم شملها أنا هنا لأداء تلك المهمة اللعينة يا رفاق ماذا تريدين يا زورة؟ قالتها الملكة عائنة وهي ترمق سورة أولا اسمي ليس زورة بل سورة ثانيا أريد الاستعينة بعفريت احتقابائلك لنشر المرض على العصاء الذين لم يردخوا للسحر وأنا متأكدة أنك تعلمين بذلك قالت عائنة وهي تهدئ من روع سورة حسنا لكي ذلك لم أهلم أنك المنشودة سريعة الغضب هكذا دحك مرقص بينما كانت عائنة تسأل عن اسم القبيلة التي تريد سورة أن تستعين بعفريتها وعندما أتتها الإجابة اختفت الوهلة ومن ثم ظهرت ثانية مع أربعة أجساد مرعبة الأول كان ضخم البنية لديه أربع قرون ذهبية اللون وفمه مليء بالأسنان المدببة والثاني كان وشهك الذي عند البشر وكان وسيما جدا وجسده لا يقل ضخاما عن الأول توجهت سورة بنظرها نحو الثالث والذي كان دميما حقا شعره طويل جدا عاري الصدر وسامين إلى درجة أن عيني بدت الصغيرتين بفعل وجنتي البدينتين وأما الرابع فكان كيانا كالدخان الأسود أخذ شكل جسد امرأة وكانت تحرك رأسها باستمرار ويصدر عن حركتها صوت فرقاعة مرعبة قالت عائنة وهي تقف إلى جانب سورة الأول ذقرون يدعظام وذاك الوسيم ورن وآخر اثنين صراب وجافث أوامت سورة برأسها وتقدمت للأمام وقالت يا نشير الطعون والحصرة والمرض يا أولاد القحت والجفاث يا أكل الأخضر واليابس أريد منكم أن تساعدوني في نشر الطعون على العصاء أريدكم أن تجعلوا الفئران تأكلهم وهم أحياء سيخلت ذكركم في كتب التاريخ وستكتب أسماؤكم في كتب السحر فصرخ الأربعة بصوت واحد أمرك يا منشودة شتاء مدينة تايلم ما بين 1692 إلى 1693 رغم أشعة الشمس في الخارج كانت تلك الزنزانة مظلمة جدا تحوي في داخلها كثير من النساء دخل رجل يدع كارس على تلك النسوة وتسللت خلف أشعة الشمس فبينت وجوههم التي تروحت أعمارها ما بين التاسعة إلى الثلاثين سنة قال المطع كارس لفتاة تجلس في الزاوية وكانت خائفة من النسوة التي ثقبناها بنظرتهم المتفرسة كاسي قومي يا صغير محاكمتك على وشك البدء في ذلك الحين على الأطراف الغربية لتلك المدينة وقف ذلك الكوخ معزولا عن غيره نوافذه مغلقة تحجب أشعة الشمس الخجولة في ذلك الشتاء القارس وقد وقفت أمامه فتاة جميلة صهباء الشعر بيضاء البشرة كانت تتنفس بإضطراب أثر الجري على الثلج وتطرق الباب بعنف ففتح الباب من تلقاء نفسه ودخلت الفتاة بتوتر وصمت المطبق وكاد قلبها أن يتوقف عندما أشفلها صوت المرأة الثلاثينية الجالسة قائلة بتهكم ماذا تريدين فقالت الفتاة وهي ترتعت خوفا أختي كاسي إنها لقد وقحت في مكيدة بعض النساء القارية واتهموها بممارسة السحر والشعواذة إنهم ظالمون سيقتلونها حرقا بكل تأكيد ولن يتركوا لها الفرصة للتبرير قالتها وهي تتلفت يمينا ويسارا تتأمل تلك العظام المعلقة بالصقفة وتلك الجماجم البشرية التي كتب عليها بالدم الملسوقة على الحائط ورأت مرأة كبيرة على ذلك الحائط وأمامها تشتعل شموح حمراء قالت الساحرة ومن أخبارك عني فأجابت الفتاة وهي تحطق بوجهها التي بدأت ملامح الكبر تظهر علي لقد سمعت بعض النسوة تتحدثن عن ساحرة تأتي إلى هنا شتاء كل عام ولا تستقر أبدا وبحسب ما قالنا فإنها ساحرة مهمة في العالم السفلي وهذه هي أنت والآن أرجوكي أريد أن أنقذ أختي فذكرت الساحرة أختها هازارا التي كانت تحبها كثيرا فتمتمت بكلمات غير مفهومة وقالت موقاومة دموعها وهي تلعب بأوراق الطاروت في يدها اذهبي لقد تدبرت أمرها فرحت الفتاة وقالت خارجها شكرا لك لن أنسى هذا ما حييت وما أن رحلت خرج مرقص من المرآة وقال لما أرسلت لإنقاذها يا سورة لقد كان جدي واضحا في أوامره وقد أرسلك لتتفقد الأوضاع هنا وتوقفي حرقهم للسحرة كما فعلت سابقا في أرض عمات عائنة فقالت الأخرى وقد سالت دموعها تذكرت محبة هازار لي وإن كنت غافلة بعض الشيء لن أنسى ذلك الحب ما حييت ومهما طال الزمن لم يجد مرقص شيئا ليقوله وظل يراقب سورة قبل أن يدخل المرآة ثانية ويرحل للبعيد في المساء دخل كارس على كاهن عجوز كان جالسا أمام مكتبه وقال سيدي لقد كشفنا عن شيء مهم جدا لقد حللنا أكبر لغزة حياركم لسنوات فتوسعت عين الكاهن وقال أتقصد أجل نعم قال الكاهن على عجلة من أمره قل ما عندك بسرعة كيف حصلتهم على معلومات أجاب كارس رأينا فتاة كانت عائدة من أطراف القرية فشككنا بها وتبعنا خطواتها لنرى من أين عادت تحديدا وهنا المفاجأة كانت عائدة من كوخ تلك الساحرة فجعلت رجال الشرطة يستجوبونها وأخبرتنا بكل ما نحتاجه للعثور عليها التفت كارس يمينا ويصارا ثم قال يامسا سنحجم عليها عند بزوغ الفجر وبعد أن تنقضي ساعة السحر علينا أن ننتهز هذه الفرصة لم يلاحظ كارس أي تعبير على وجه الكاهن وعندما ضقق في ملامحه رأى أنه أصبح كالتمثال لا يتحرك فأخذ يتلفت من حوله وراء نار الموقف ثابتة ولم تكن ألسنت لهابها تتراقص بدأ وكأن الوقت قد توقف وركبت كارس صدمه عندما تصدع صقف الكوخ ونزل من الأعلى رجل طويل أزرق اللون ممشوق القوام يحمل على رأسه تاجا ذهبيا وفي يده صولاجانا طويل فتقهكر كارس للوراء بضع خطوات وكاد أن يهرب إلا أن الباب كان مصدا حينها ارتج المكان بصوت الرجل الأزرق الذي قال إن أردتم أن تقبضوا على الساحرة فأخذ هذه يا بشري وأعطى أوراق متعددة كتب عليها رموز غريبة ثم أكمل منذ أن تعرض الكنز المحزول للسرقة وأنا أعمل على هذه التعاويذ وللتو انتهيت منها في الوقت المناسب تماما إنها تحصنكم من شرها تلك الشريرة فالتضعوها في جيوبكم عندما تدخلون عليها ثم أشاح بوجه نحو الأعلى والتبع هذه هي الفرصة الذهبية التي وعدت بها والآن حان وقت الرحيل وبلمح البصر اختفى وعاد كل شيء لما كان عليه وقال الكاهن إنها فكرة سديدة من ذل حل بك لمواجهك شاحب هكذا الرواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 في وقت لاحق وبعد أن قضعت الشمس خيوطها الذهبية على ثوب السماء تجمع الرجال حول ذلك الكوخ وكانت صورة تعلم بوجودهم وأخذت تستعد لمواجهتهم وبعد أن ركل كارس الباب ودخل عليها بدأت تستدعي جنودها للدفاع عنها وكانت ترى العفاريت والمرضة بأجسادهم الضخمة وأشكالهم المفزعة كيف كانوا متحلقين حول الرجال الذين دخلوا خلف كارس ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا بهم أو يقتربوا منهم حتى وحينما قال كارس أتحصبين أغبياء لدرجة دخولنا منزل أقوى ساحرة على الأرض بدون أن نتحصن جيدا يا لك من غبية ثم صفعها بقوة وغيبت عن الوعي رجعت لوعيها لترى نفسها مربوطة بإحكام في عمود الماء وتحتها الكثير من القش والحطب فبدأت تصرخ أفلتوني يا سفل وأخذت تقاوم الحبال لكن لا جدوى التفتت يمينها فرأت الفتاة الصهباء إلى جانبها مربوطة بمحرقة هي الأخرى ومعها أختها المدعوة كاسي فذرفت دمعة وهي تتأمل حال الفتاتين الباكيتين بخوف أرجوك انقذيها يا عمتي علىها مرق الصارخ يخاطب عائنة وقد ردت صد صوته بالوادي فقالت له مراعية اهتمامه بالفتاة أنا أسفة جدا يا عزيزي جدك قد أعطى الأمر وكان واضحا في ذلك ولا أريد أن أعصى أمره رأت عائنة ملامح الخيبة قد غزت وجه ابن أخيها فقالت لكني سأكلمه إن أردت ذلك فقال الآخر بالطبع بالطبع أريد ذلك في العالم السفلي داخل قلعة كانت مهزورة من قاطنيها احتشد رؤساء قبائل الجن وشاطين أمام حارث وأبناء زوبعة وذيت المحاسن وغنجمية الواقفون على منصة حجرية عليها عرش رخامي أسود اللون كانت أهزيجهم وصرختهم الغجرية تتساءل عن مصير منشودتهم وهنا قالت ذات المحاسن هل ستنقذها أجابت غنجمية بغضب بالطبع سينقذها يا شقيقتي فقد عانت له الكثير ونحن نكر أمامه حطق حارث بابنتيه بغضب يشتعل في عينيه ثم أسر في أذن زوبعة الذي ابتسم واختفى من فوره وبعد برها ظهر مرقص وخلف عائن أمام حارث وقالت ذات المحاسن لغنجمية بصوت مرتفع انزوري من أتى يا أختي التفتت عائنة لأختها وقالت إخراسي وإلا فصلت رأسك قادر عن جسدك ثم توجهت لأبيها راكعة واقتربت من أذنه وهمست بشيء ما فقال لها حارث بشر يقتر من كلامه بنبرة مسموعة لقد عاشت تلك الفتاة طويلا ومهدت لنا الطريق وكل نفس ستذوق زوالها ما أن سمع مرقص ذلك الكلام حتى صدم واختفى وهنا ظهر والد زوبعة وآوة برأسه لحارث وعندها قام وقال مخاطبا جموع القبائل انتهت عصور المنشودة يا معاشر الجن وجاءت عصور بنات الملكات ومملكتنا الآن من أكبر ممالك الجن على وجه الأرض فليبدأ عصر مملكة شياطين ومدينة الظلمة صدمت الشيطانتين من حديث والدهما الذي تلاسراخ وتصفيق حار وصدمت عائنة من قرار والدها فبنظرها ما زالت ذات المحاسن وغنجمية غير صالحات للملك أبدا فلم تفعل أي شيء يضحق ذلك في تلك الأثناء ظهر مرقص طائرا فوق تلك المحرقة يراقب الرماد وهو يرتفع لأعلى لم تشعر صورة بحرارة اللهب وهو يذيب جلدها بقدر ما كانت تشعر بالندم الذي أكر عقلها كانت روحها مظلمة أو لنكن عادلين هي من جعلت روحها مظلمة بدخول ذلك العالم سقط مرقص من الأعلى كريشة تلاعبت بها الرياح واستطاع سكان تلك المدينة سمع صوت بكاء وعويل يأتي من المحرقة في القالعة المهجورة اختفت عائنة من أمام أبيها ذاهبة إلى قصرها فلم ترد أن ترى التتويج ولم تذهب لابن أخيها لأنها كانت تشعر بالخجل من خذلانه أما حارث فقد أشار للأرض بجانب العرش الأسود لينمو استخر ويتشكل كعرشان آخران على اليمين والشمال من ذلك الرخامي وصرخ حارث قائلا وهو يصفق احضروا التيجان أنا سورة أميرة أنا بعد أن تبناني الشر المتجسد وأصبحت ابنته المفضلة دخلت في بحر الظلام وغسط بين أصحاره وأخضعت ملوكا وجبابرة من الإنس والجن ونشرت السحر والعلوم التي حرمت على البشر في أصفار لم ينساها التاريخ بل خلتها وما زالت تذكر استطعت أن أبني سروحا غامضة وشهق ورغم عايشي كالأميرة لوهلة عدت لي أكون تلك الفتاة فأمسيت خادمة للشر وليس ابنته تلك الأمل التي قتلها سيدها بعد أن تحقق ما في نفسه قد يكون المرء مفضلا عند شخص ما لكن ليس طويلا ولمن يتساءل كيف عشتي طويلا كل هذه القرون لا أعلم لعله كان مقدرا لي ثم يتركونك جميعا وتبقى نفسك التي قتلت من أجله وهذه هي حكايتي اختفى شبح الفتاة الباكية الذي كان يطير في زاوية تلك الغرفة فقام ثنيان وأطفأ الشموع وأشار لراشد ثم قال هل كتبت كل شيء؟ فأجاب راشد وقلبه يقفق بسرعة من شدة الخوف نعم يا رجل لقد كانت ساحرة قوية وفعلا إن عيشها لكل هذه العصور ما كان إلا قدرا حينها قال ثالثهم والذي يدعي عمر مستمتعا بما يقول لقد كانت تجربة عجيبة رغم أنني كنت أبل الملابس خوفا فقحقه الجميع وقال ثنيان بحزم بينما كان رفيقا يدعان لوح تحضير الأرواح في كيس كبير علينا أن نفعل ذلك مجددا في وقت لاحق لقد استمتعت رغم خوفي تم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة